بسم الايب والابن وارروح للكدس العين واحد امين اهلا بيكم في مركز نقيا بنشكر حضرة صاحب النيافة النيافة الحبر الجيل امبا مرتيروس على اي تحت الفرصة لعرض الابحاث وان كلنا نستفيد من المحاضرات اللي بتتقال النهاردة هتبقى محاضرة عن صلاة التالت رفع الحصير ودي معروفة عند الجميع وبتتعامل في الكنيسة الطقس داخل الكنيسة صلاة التالت رفع الحصير ما بين التقليد اللي ترجي والمروس الشعبي طبعا كتير عندنا في خلطة في امور معينة تخص صلاة التالت فبمحاضرة النهاردة نبتدي نعرض امور معينة بها نقدر نفهم الطقس ده كويس جدا من الممارسات التقسية المتكررة دائما امام عيوننا صلاوات التجنيز على احبائنا الذين ينطلقون من هذا العالم الفاني والكنيسة اللي تذكر اعضائها الذين خلعوا خلعوا الجسد فقط يوم رحيل فقط بل تذكارات متنوعة منها تذكار صلاة التالت الذي له طقسه وترتيبه وليترجيته ويمكننا القول ان ايام التقبين عند الاقباط هي اليوم الاول والثالث والسابع والثلاثين والاربعين والشهر السادس والذكر السنوية وهذه الايام التقسية والتي يتم تحديدها بعد عملية طويلة وبطيئة والناس لا تحسب دائما ولا في كل مكان ايام التقبين حسب النظام التقسي ففي بعض القرى يزيدون عليها يوم التاسع واليوم الثاني عشر واليوم الرابع عشر وموقف اخرى وفي الغرب يذكر القديس امبروسيوس اسقف ميلانو من القرن الرابع انهم صلوا لشقيقه ساتيروس في يوم موته وفي اليوم السابع وفي تجنيز شقيقه تحدث امبروسيوس عن فضائله واعماله الطيبة ومحبته طالبا من الله ان يقبل الزبيحة التي يرفعها من اجل شقيقهم سؤال لماذا نصلي من اجل الراكدين ونقيم لهم التذكارات واحد نصلي لاجل الراكدين عملا بصلاة القديس بوليس الرسول من اجل انسي فورس وقوله عنه ليعطيه الرب ان يجد رحمة من الرب في ذلك اليوم والمقصود بذلك اليوم هنا يوم الدينونة كما قال القديس بوليس الرسول ايضا واخيرا وضع لي اكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهره ايضا اتنين الصلاة المتبادلة بين الاحياء على الارض من جهة بين الراكدين في الفردوس من جهة اخرى تعبر عن وحدانية الكنيسة التي تتخطى حدود الزمان والمكان ودليل على تضامن اعضائها وترابطهم جميعا برباط المحبة الكامل ثلاثة ان المنتقلين كبشر لا يخلون من الخطايا العرضية ان كانت سهو او ضعف لانه لا يوجد انسان بلا خطيئة ولو كانت حياته يوما واحدا على الارض ونحن امامنا نوعان من البشر نوع يسلك في الشر والخطايا وهذا النوع لا تفيده صلاة على الراكدين ولا التسكارات ولا التراحيم والنوع الثاني كانوا يعيشون في حياته التوبة والقداسة وهؤلاء ايضا بدون الصلاة على الراكدين او التراحيم لا يمكنهم الدخول الى الملكوت لانهم ليسوا بلا خطيئة لانه ليس انسان بلا خطيئة ولو كانت حياته يوما واحدا على الارض فمن اجل هذا تقام الصلاة والتسكارات والتراحيم اما عن الاشرار لا قيمة لهذا العمل لهم ولذلك يقول الاباء الرسل في القانون التاسع والستين من الكتاب الاول للاباء الرسل يقولون وتدفعون للفقراء من قنايا الذي مات تسكارا له هذا نقوله لاجل حدام الله وحدهم اما المنافق فان دفعت كل شيء في العالم عنه للفقراء فانه لا ينفعه لانه الذي كان عند الله كان الله عدوه في العالم وده الامر الظاهر انه يبقى عدوه اذا خرج من العالم لانه ليس عند الله مراءه الرب عادل ومحب للعدل وايضا هو هذا الانسان وعمله الذي ينتفع من الصلاة على الصلاة للمؤمنين التائبين فقط وتصلي الكنيسة في اشيط الراقدين وتقول ان كان قد لحقهم توانن او تفريط كبشر وقد لبسوا قاسدا وسكنوا في هذا العالم فانت القصالح ومحب البشر يا رب نيحهم وغفر لهم فانه ليس واحد احد طاهر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الارض اذا الصلاة على الراقدين هي التماس للرحمة من الرب للراقدين في الايمان ونوع من شركة المحبة عندنا اقوال اباء مؤيدة لهذا الامر في قول لديونيسيوس تلميذ بوليس الرسول في ميمر الثاني فيقول في ايه ان الصلاة القدسين تنفع الراقدين وان الموتى ينتفعون بالصلوات والقرابين المقدمة عنهم منفعة فاصلة وترتليانوس قال ان الزبيحة الغير الدموية تقدم عن الاحياء والاموات يوحن فامي الزهب في ميمر الصلاة على الراقدين مقالة واحد وعشرين قال لا يكفي ان تبكي على الميت فقط بل تدرع الى الله من اجله بصلوات والصدقات وقدم عنه كل ما يمكن تقديمه كما جرت عادة المسيحيين في تسكار الاموات العلامة الاسقف الانبئيسيزوروس قال ان صلوات البيع وتقدمات القربان الشريف وفعل الاحسان تنتفع من بيه الانفص المنتقلة ببعض خطأ منفعة جزيلة وهذه القضية كانت كنيسة اسرائيل تعتبرها فان يهود المكابي رئيس جيش اليهود قد قدم دبائح ومحرقات عن الجنود المائتين وده كان فيه مكابين التاني 16 وقد اقرأ بها الكنيسة بذلك وقال بعد كده سرد العنبئيسيزوروس الاقوال السابقة واقوال اخرى وبيقول برضو ان كما ذكر الرسل في تذكار الاموات وحسن احين على موتاهم ان يقدموا قربان وصلوات عنهم عوضا عن النحيب والبكاء وهذا فيه تفسيره لبشارة يحنى وافرام السورياني وغرغوريوس نزياندي وباسيليوس وغيرهم قد قرروا ذلك اما المعترضون بان الله عالم بحالة اولئك الراقدين فمن يستحق الرحمة منهم رحمه دون الصلاة الحاجة الى صلاة فنرد عليهم بان هذا الاعتراض يمكن ان يعم على جميع السلوات وليس على المنتقلين فقط فما لزم ان نصلي من اجل المرضى والمظلومين والمشردين صلاة التالت تسمى بصلاة رفع الحصير وده على حسب جميع المخطوطات اللي موجودة المسمى الشائع في المخطوطات هو صلاة رفع الحصير البحث اعتمد على مجموعة من المخطوطات حوالي 15 مخطوطة كلهم اقروا بهذا الاسم صلاة رفع الحصير وسميت هذا الطقس سميت بصلاة رفع الحصير اشارة الى انتهاء حدة الحزن لان اهل فقيد من السيدات لحزنهن لا يجلسن على ارائك بل على كراسي ولا كراسي بل على حصير في هذه المدة عندنا شهادة للتقليد الرسولي والقوانين عن تذكار الراقدين وصلاة التالت فاختلفت تذكارات الراقدين في كتب القوانين الكنسية والكتب التقسية وفقا لعادات وتقاليد الشعب والجيل الذي صادرت فيه تلك القوانين فقديما اختلفت تذكارات الراقدين من شعب الى شعب وفقا لعاداته القديمة التي يرجع بعضها العصور سابقة على المسيحية والتي قد تتطور مع الزمن ببطء ففي القرون الأولى المسيحية نجد ان ايام التذكارات عند السوريان هي الثالث والتاسع والثلاثين والسنة بينما عند الروم البيزنطيين ايام الثالث والتاسع والاربعين والسنة وعند الاقباط الثالث والسابع والثلاثين والسنة في قوانين الأباء الرسل قانون رقم واحد تسعة وستين بيقول فليعملوا الثالث للذين رقدوا بمزامير وصلوات الأجل الذي نبعث في اليوم الثالث وفي المراسم الرسولية فصل اثنين واربعين قال فليحتفل به في اليوم الثالث بالذين رقدوا بمزامير وصلوات الأجل الذي قام خلال ثلاثة ايام وفي القديس باسليوس عند صلاة الثالث في قانون رقم واحد وتلاثين قال الذي يجب كان ناموس الذي للكنيسة لن يقدم القربان عن الذين ماتوا في الكنيسة المجتمعة كما علم آبائنا الرسل أن يصنعوا ذلك في الثالث والسابع والرابع عشر ولذلك في يوم الثالث في اليوم الثالث مصلي إلى المسيح ربنا الذي قام من الأموات بعد موته على الصليب والذي أظهر نفسه لتلاهيمه وميزه القديسين لأول مرة في اليوم الثالث بعد صلبه ودفنه نصلي لكي يقيم أخواتنا وأخواتنا الراقدين إلى حياة مباركة جديدة معهم أنوان آخر توقيت انصراف الروح والاعتقادات الشعبية التي تخص هذا الأمر والتي تخص صلاة الثالث بيذكر القصة الشنودة ماهر أن الرأي الرسمي للكنيسة هو أن الصرف الروح أن الروح تنصلي بمجرد انفصلها عن الجسد فهي أن تنطلق مباشرة أنك تستقر في الموضع المحدد لانتظارها وهي الفردوس بالنسبة للأرواح البرة والهاوية أي الجحيم بالنسبة للأرواح الشريرة والدليل الكتابي على ذلك هو قول سيد المسيح لللص المصلوب معه على اليمين الحق أقول لك أنك اليوم تكون معي في الفردوس اليوم وهذا يعني أن الذي مات أن اللصة الذي مات في الساعات الأخيرة من يوم الجمعة العظيمة وصل في نفس يوم الجمعة مع المسيح إلى الفردوس وأيضا بوليس الرسول قال لي اجتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا وفي مثل عذر المسكين والغني حيث قيلة مات المسكين وحملته الملائكة إلى حضنة إبراهيم ومات الغني أيضا وضفنة لم يذكر أي شيء عن أن الروح بتفضل معلقة لمدة ثلاثة أيام ومما سبق نجد أنه لا يتوجد أي إشارات لا في هذه الآيات ولا في غيرها يستدل منها على تأخر انصراف الروح بعد الموت أما عن أرواح الأشار فيستدل عليه أيضا في قول مظمور مثل الغنم للهاوية يساقون الموت يرعاهم ويسودهم المستقيمون إذن والمقصود من صلاة الثالث صلاة صرف روح الحزن وليس روح المتوفي كما يعتقد البعض أن الروح بعد خروجها من الجسد لا تنطلق مباشرة لتستقر في المكان المخصص لانتظارها وإنما تحول حول الجسد لمدة ثلاثة أيام وبعض الأرواح تكون متلكئة بحيث يحتاج الأمر إلى استدعاء الكاهيم صرفها في اليوم الثالث بإقامة صلاة في هذا المكان الذي فيه جسد الميت ساعة موته الذي كان فيه جسد الميت ساعة موته سواء كان أو في بيته أو مكان سفره أو في طريق عمل أو مستشفى بل يستمر في الكلور الشعبي في إدعاء أن الروح حتى بعد صرفها في اليوم الثالث لا تنطلق لتستقر في المكان انتظرها وإنما تنطلق في جولة تستمر إلى كمال أربعين يوما عند مفارقتها للجسد ثم تستقر بعدها في الموضع المخاصة لانتظارها في يوم القيامة ولعل هذا الاعتقاد الخاطئ مرتبط بتحلل الجسد بعد ثلاثة أيام اعتقادا من البعض بأن الروح فارقت بعد ثلاثة أيام ويأكد قداسة البابا شنود الثالث أن الصلاة الثالث هي رفع الحصير وليس صرف الروح صرف روح الحزن وليس صرف روح المنتقل حيث يقول فإن كان أهل الميت قدمتنوا عن الأكل حزنا فإن الأب الكاهن يجلس ويأكل معهم طعاما وليفق حزنهم وإن كانوا قدمتنوا عن الذهاب إلى الكنيسة فإن الكنيسة تأتي إليهم في شخص الأب الكاهن فإذهبونهم أيضا بعدها إلى الكنيسة ولا شيء عن طرد الروح أو صرف الروح ولا شيء عن الأشباح ولا تحدث من فزع في الظلام ولا عن الأشباح ولا فزع في الظلام فكل ذلك لا أصل له في الإنجيل ولا في تعاليم الأباء والدليل على هذا فصل الإنجيل لازل نقرأه هو فصل القيامة من الأموات وإن كانوا في شك من خلاص الشخص وأبدياته فباقي القراءات اليوم الثالث تحوي رجاء في مغفرة الخطايا السؤال هنا ما هي الجزور على المسيحية السابقة على المسيحية الخاصة بصرف الروح وجولانها إلى اليوم الأربعين للوفاء وتذكار اليوم الثالث عند الشعوب الأخرى واللي أخصرت بعد كده في تفكير الناس بخصوص صلاة التالة فنلاقي أن فيه كان فيه قدماء اليونانيين والفرسي أصنعون التذكارات لموتاهم في اليوم الثالث والتاسع من الوفاء وفقا لعيدة سريانية قديمة أنه عندما يموت الإنسان يصوم أهله مدة ثلاثة أيام وفي اليوم الثالث مساء كانت تقام وليمة للمية ونقرأ عن عادات مشابهة مسجلة في الإليازة لهومريس ودي كان بيتعلمها المصريين منذ زخارهم وترجع إلى أحداثها إلى القرن العيش القبل الميلاد ونجد فيها أن أكلس ناحى على مقتل صديه باتروكلوس لمدة ثلاثة أيام لم يستحم خلالها ولم يتناول طعاما ولم تحرق جثة الميت إلا في اليوم الرابع ومن مصادر أخرى نعلم أنه كانت تقدم الزرائح عن الميت في اليوم الثالث وكانت تسمى تريتا وهي تلاتة ثم بسبب ارتباط موعد تقديمها في اليوم الثالث للوفاء ولا يزيل كثير من الأقباط في مصر يعتقدون أن صلاة الثالث هي اللي صرف روح الميت على رغم من جهاد الكنيسة في ضحد هذه الفكرة وإثبات بطلانها وعقيديا وتقصيا ولكن كانت هناك محاولات لتنصير هذه العادات القديمة وتقبل الكنيسة للصالح منها ورفض الأفكار الخاطئة وابا الكنيسة استنقروا ورفضوا هذه الأفكار وتحدوها بمنتهى الحزم والقوة مثل القديس يحنى ذهبي الفم في عزة له عن الغني والعازر والتي أشار فيها أن الروح تذهب إلى الله مباشرة ولا تبقى أي فترة أخرى وأعطت الكنيسة مدلولات أخرى بدلا من أصولها السابقة على المسيحية فاليوم الثالث هو يوم قيامة المسيح بعد موته والأربعين هو يوم صعوده إلى السماية ولكن مع التحفظ أن الأربعين للميت يحسب من يوم وفاة بينما أربعين سيد المسيح يحسب من يوم قيامته أما عن التقوص المرافقة لصلاة الثالث التقوص المرافقة لصلاة الثالث من ماء ملح وخضرة وخبز وفرش الميت هي جميعا استمرار لتنصير التقوص التي كان يقوم بها الكاهن المصر القديم في حفل الجنازة والدفن بعد أيام التحنيط واستمرارها دليل على قوة العادات والتقاليد التي لا تتعارض مع الإيمان المسيحي وخصوصا بعد تنصيرها وإلباثها ثيابا مسيحية وتقديم ما يساندها من آيات كتابية فقد ذكرت عن الشعائر الجنائزية في كتاب الموت عند المصيرين القدماء فقيلة كانت الشعائر تبدأ برش الماء على الجسمان وتلاوت بعض الأدعية أربع مرات ثم حرق البخور ثم صب الماء وحرق مقدار آخر من البخور ثم تقديم القرابين التي تتكون غالبا من الأطعام المميزة ويتم خلال الشعائر أيضا زفح التطحيات التي تتكون من الطيور والثيران إلى الآلهة الأربعة الذين يمثلون أرقان الكون ولا يكف الكاهن عن تلاوت بعض الأدعية أربعة مرات كما يتم تطيب الجسمان بالنطرون والعطور والمراهم الخاصة ولا يجب أن يغيب عن الأزهان أن تلك الشعائر تسبقها فترة التحنيطة التي قدرها العلماء المصريات بأربعين يوما وكانت لها تقوصها الخاصة أما عن الشمع وإيقاد الشموع هي عادة قديمة منذ أيام الفراعنة ومستمرة حتى الآن حيث نكد الشموع في صلاة الجنازة وفي صلاة الثالث وجميع التذكارات بل وتستمر عند البعض إيقاد النور في حجرة المتوفي من ساعة الوفاء إلى نهاية صلاة الثالث ونجد في الصعيد حتى الآن عند مرور جنازة توقض المحلات والبيوت الأنوار والبعض يقف احتراماً دي الماء أما عن الإنجيل والصليب فكان يدفن كتاب الموتى مع المصريين القدماء وهكذا نضع مع المتوفي أو المنتقل الآن الإنجيل والصليب وضع الماء إناء به ماء وملح كان المحنطون في مصر القديمة يقدمون ملح النطون في صلاة الجنازة كجزء من التطهير للجسمان بعد التحنيط وكانت من أدوات التحنيط أيضاً لتطهير الجسمان أما الآن فالملح يرون المنزل إلى الأعمال الصالحة كما قال السيد أنتم ملح الأرض وليكن وفي موضع آخر قال وليكن في أنفسكم ملح الريحان لخضرتها ورائحتها العطرية وإن لم يكن الريحان متوفراً يوضع بذلها حزمة بقدونس مثلاً وهذه التي يرش بها الماء في المكان ورش الماء يكون بالبقدونس مثل الماء المرة الذي أصبح حلو في سفر الخروج وهكذا مرارة الحزن تتحول إلى تعذية كما نقول في أوشية الراقضين علهم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم والخضرة عمداً عندما تقطع من الأرض تموت وهكذا السمك عندما يخرج من الماء يموت ونأكل الأسنين كالقائم من الأموات أما أصولها المصرية القديمة رائحة النبات الزكية قد كان الكهن المصر القديم يرش روائح الزكية على جسمان المتوفي والأمر الثاني كان يدفن مع الميت قديماً تابوت صغير بمثال الميت فيه شكل أزوريس يدعون فيه الطمي وحبوب الحنطة ويتعهدون بالرمي حتى ينبض قبل أن يدفنوه مع الميت وكان يكتب معها نصوص على التوابيت أنا نبات الحياة الذي يفرخ من أزوريس أعيش كحنطة ولهذا نجد الأجباط في الطلعة يدعون على قبر المنطقل ورد وأوسان ناخيل وغيرها والبعض يضع حزمة من القمح شيء آخر عن حرق البخور فكان القدماء المصريين يرفعون البخور عن الراقضين أثناء الصلاة عليهم عند الدفن ويعطونا التحية قائلين السلام لفلان وهكذا أحفادهم الأقباط يرفعون البخور ترحوماً على موتهم ويوجد عادة أن بعض الناس يهتمون بشرب ماء اتفاق فحم الشرية بعد صلاة الثالث واعتقاداً منهم أنه يطفق ماء النار الحزن وهذه العادة لا تزال موجودة في بعض القرى وهي عادة شعبية ليس لها علاقة بممارسة الطقس أما عن رش الماء حيث كان الكاهن الوسني في مصر القديمة يرش الماء المقدس على التابوت أو قدامه والآن لا يزال الكاهن القبط يرش الماء داخل صندوق المدواف أو المنتقل في إسبوع الألام أما عن رش الماء في البيت وملابس المنتقل يقول القصة يحنى سلامة أو الكمس يحنى سلامة المقصود برش المياه في غرفة الميت هو أن المياه إذا تقدست بكلمة الله والصلاة تستطيع أن تنقل وتطهر وتقدس وتزيل الموانع المضرة والأسباب الضارة والبواعس المهلكة وأرش عليكم كما قال الكتاب المقدس وأرش عليكم ماء طاهراً فتطهرون من كل نجاساتكم ومن كل أصمامكم وطهركم يوجد طلبة في نهاية الصلاة وبيقول هذه النفس إقبالها إليك يا ربك عظيم رحمتك افتح لها يا رب باب البر لكي تدخل وتتنعم هناك إلى آخر الطلبة وهي مشابهة للطلبة في كتاب الموتى في مصر القديمة فيقول لتدعه يستقر قاتلاً بين القاتلين في السماء لتدع العالم السوف ليفتح له الأبواب ولتنظر أياء أزريس وياء آني سوف يأتي عند مشرق النهار مشرق النهار يصنع ما يود له على الأرض بين الأحيان أما عن الخبز في صلاة الثالث حيث كان في مصر القديمة يقدم الخبز وأنماع أخرى من الطعام الشرق أثناء صلاة الدفن تقريمة من الميت ولا يزال المقتدرون إلى اليوم يزبحون العجول والخراف وهي أشبه في الولائم الجنائزية قديماً أما الآن يقوم الكاهن القبزي وقطع رغيف من الخبز وكسره إشارة لكسر صوم الحداد أو فترة الحداد بالامتناع البعض من أهل منتقل عن أنهما ما بيكلوش أما عن أكل السمك ففي وليما تستالت فلم يكن إذا لم يتفق وقعه في أيام الصوم فهي عادة تستمد أصولها من المسيحية وده لأن كلمة سمكة باليوناني إخسوس اللي هي اختصار لكلمة إيسوس بإيسوس خرسوس سيوس إيوس ستير وتعني إسوع المسيح ابن الله المخلص وهذا إشارة إلى قيامة السيد المسيح وأن من رقد هذا سوف يكون مرة أخرى يمكن عمل صلاة الثالث في الكنيسة بعد صلاة القداس وتناول أهل الميت أو أهل المنتقل من الأسرار المقدسة لرفع الحزن من كلهم وتعزيتهم وتشجعهم وخاصة إن كان البيت ضيقا لا يسع للحاضرين وبعدها يأخذ الماء المصلى عليه ورشه في بيت المنتقل على ملابسه وعلى الذين حضروا أنيحة وأصابهم شيء من الخوف والصدمة حتى يستردوا سلائمهم وذكر كتاب الترتيب التقصي للبابا غبريال الخامس نص لصلاة الثالث وسط بعد رفع بخور باكر أو وسط رفع بخور باكر كان بيتعامل الثالث قديما بهذا الترتيب وهذا النظام ومن الملاحظات التي ذكرها ابن سباع بكتاب الجوهرة النفيسة بخصوص توزيع الأمة البركة الأولوجية قبل أن يتناولها الشخص يدير وجهه للشرق ويقول اللهم خفر الخطايا مقابل هذا القربان أما عن أشيط الراقدين التي تقال في صلاة الثالث يقول عنها العلامة أوريجانس كول بديع في مؤلفه ضد كيلسوس ويشير إلى أشيط الراقدين وصلاع المنتقلين فيقول عندما تنطلق نفوس المؤمنين بالمسيح الذين موتون من أجل الإيمان بمجد عظيم فإنها اللي هي أشيط الراقدين تحطن قوة الشيطان توقف كل خطته التي يدبرها ضد البشر النتائج من خلال دراسة الكثير من المخطوطات لترتيب صلاة الثالث وقراءاته لا نجد أي تلميح للمعتقد الفلقلوري الخاص بأن روح المنتقل تحوم حول المنزل لمدة ثلاثة أيام ولكن أن القراءات إنما تدعو إلى القيامة وأن المسيح عند موته قامة من بين الأموات في اليوم الثالث وقراءة لقيامة رعازر من الموت في اليوم الرابع في يوحن 11 والبوليس من روميا 5 الذي أتحدث عن دخول الموت إلى العالم وقيمتنا بنعمة المسيح وهي بمثابة بشارة لأهل المنطقل أنه سيقوم مرة أخرى اتنين رغم تعداد القراءات هو في الحقيقة وقت ما أنا بدرس المخطوطات لقيت أن كل مخطوطة لها قراءاتها المتميزة بيها نقدر ما كنت بلاقي مخطوطة قراءاتها شبه تانية لكن كلهم بيدوروا حول حاجة واحدة وهي قيامة أستايد المسيح رغم تعداد القراءات كما رأينا في العديد من النصوص المختلفة لصلاة الثالث إلا أنها كلها تتحدث عن القيامة وإعلان قلوها تسايد المسيح واختيار اليوم السالك للوفاء لإقامة الصلاة إنما هو دير على الارتباع بقيامة تسايد المسيح من الأموال ثلاثة اهتم ابن سباع بتسجيل الأفقار الفي الكولورية في كتابه الجوهر النفيسة ولكن مثلا ذكر الشهر اللي جوالان النفس في أماكن النعيم وأماكن العذاب وذكر فيها قصة أبو مكار والجمجمة لكن لن يذكر أي تلميح لصرف روح الميت في اليوم السالث بل أنها صلالة عزيزي وقال شرح رفع القربان عن الميت في الأوقات المعينة المذكورة ولهم الثالث والتاسع والشهر والأربعين والستة شهور والسنة فيقول أن القربان على الميت مما يجب له من الله الرحمة فترتيبه في الثالث لتشعر أهل الميت أنه رحم من الله فتسل وتعزه عن فقده برحمة الله إليه أربعة لن يكن هناك عند القدماء المصريين صلاة أو احتفال بالتالت بسبب أن مدة وجود الجثمان في الطحنيت كانت تبقى لمدة سبعين يوم من الوفاء وهذا نقرأه في عدة قصص من ذكرت ألين شورتر في كتاب الحياة اليومية في مصر القديمة عن جنازة خنسو التي لحقت به زوجته حين تمحيت بعد مرضها أثناء جنازته واستئجار النائحات ونادبات طول الجنازة قبل الطحنيت وهم يلطخنوا وجوههم وأن الجنازة تمت بعد حوالي شهرين بسبب التحنيت خمسة نستطيع تلخيص الأمر في أن صلاة الثالث هي تنصير وإلباس الصلاة على الموتة عند الفراعينة وتقوسها وإلباسها السوب المسيحي ستة استمرار تلك التقوس دليل على قوة العادات والتقاليد التي لا تتعارض مع الإيمان المسيحي واحترام الإيمان المسيحي لعادات الشعوب وخصوصية التقوس في شعوبها فلا يلغي قومية وهوية أي شعب في ممارسة التقوز عندنا نتائج خاصة بدراسة المخطوطات تم الاعتماد على مجموعة من المخطوطات قلنا حواليه كان 11 أو 15 مخطوطة لقينا فيها بعض النتائج لقينا في طلبة خاصة صلاة الثالث خاصة بالأباء الأساقفة أولا احنا لقينا في تجمع مختلف من القراءات في كل المخطوطات مختلفة لقينا فيه عند البابا غبريال الخامس في الترتيب التقسي يوجد صلاة الثالث موجودة في رفع بخور باكر موجود صلاة الثالث خاصة بالأباء الأساقفة ودي موجودة في مخطوط باتيكان 53 والبعض وكمان ما لقينا ان فيه قراءة من نبوة يونان في صلاة الثالث الخاصة بالأباء الأساقفة والكهنة ودي كان يعني انفراض في المخطوطة دي ان فيه صلاة الثالث خاصة بهم لقينا ان فيه تنوع اللي ترجي في صلاة الثالث عند الكاتب الواحد يعني في المجموع المبارك لابن قبر لقينا فيه ثلاثة صلاة الثالث وكل واحدة ليها قراءاتها مميزة ده نتيجة لتنوع القراءات اللي ترجي من مكان لآخر كمان صلاة الثالث التي تقام في البيع المقدسها تقام داخل طقس رفع بخور باكر وليس بعد الأداس كما يعتدل بعض الآن توصلت الى وجود تلبطين احدهما قديمة جدا تتفق تلبطين في نهاية الصلاة تتفق واحدة منهم مع نصوص اللقان القديم يعني فيها عبارات من نصوص اللقان وتلبق اخرى فيها شفاعة القديسين وخاصة الشهداء عن الميت انا بشكركم جدا ويعني صلاة الثالث كانت محتاجة ان احنا نوضح فيها امور معينة بشكركم جدا ونتقابل في محاضرة يا ان شاء الله